تشهد إحدى قاعات السينما التونسية العرض الأول لفيلم يا خيل الله للمخرج المغربي نبيل عيوش الفيلم المقتبس من رواية نجوم سيدي مومن ويروي الفيلم قصة المتهمين بتنفيذ تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وكان الفيلم قد أثار جدلا واسعا لدى خروجه إلى قاعات السينما في المغرب حيث تضاربت الآراء حوله بين من يرى فيه فيلما واقعيا يروي بطريقة فنية الأوضاع الاجتماعية في الأحياء الهامشية التي دفعت بعض الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية ومن يرى فيه فيلما يحاول أن يقدم للمغرب بالأساس الصورة التي يريد أن يرى عليها المسلمين كما انتقد سكان حي سيدي مومن في الدار البيضاء الذي ينتمي إليه المتهمون بتفجيرة الدار البيضاء مخرج الفيلم بتشويه صورة حيهم وإظهاره وكأنه واكر للإرهاب والكرهية والجريمة أردت أن أفهم لماذا وصل هؤلاء الصبية إلى ما وصلوا إليه أردت أن أستمع إلى هؤلاء الشبان وأردت أن أقول إن فرضية أن البؤس يؤدي إلى التفجيرات الانتحارية فرضية خاطئة ليس هناك سبب واحد ليصبح المرء انتحاريا بل هناك أسباب كثيرة منها غياب مؤسسة الدولة والتعليم وتمزق البنية العائلية إنما يهمني في هذا الفيلم هي هذه القصة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر